بمناسبة تكسس الأم الأفريقية بطول المعافرات دي وصعود المنتخب الجنوب أفريقيا مبالح على حساب المنتخب المغربي لدور السوانية معايا عبر الزوم الآن أين داجاما الموديل الفني السابق لمنتخب جنوب أفريقيا يا فندي مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا مساء الخير أنا مبالغ سروري أنا تواجد معكم اليوم طيب بداية عايز ألك على المستوى الكبير اللي يقدمه منتخب جنوب أفريقيا في هذه البطولة الأفريقية وفوزوا بالأمس على منتخب كبير هو المنتخب المغربي رابع العالم رأيك إيه نعم إنها كانت مباراة صعبة ولكن ما ساعدنا هو أول مباراة أدوناها أمام تونس لم نكن بأحسن حال ولكن تعلمنا وأمام مالي قد قمنا ببعض تغييرات ولكن مالي تغلبت علينا ولكن في آخر مباراة هي من أعادتنا للظهور بهذا المستوى حينما فزنا على ناميبيا وهذا مما حفز اللاعبين ليلعبوا مباراة المغرب ويؤدوا بهذا الشكل في شهر يونيو 2023 لعبنا أمام المغرب وقد تعلمنا كثيرا من هذه المواجهة كنا حاضرين وكنا واثقين في أنفسنا ولذلك ولهذا السبب قد فزنا على المغرب مباراة الأمس كان بين تشكيلة من لعبين محليين في جنوب أفريقيا وتشكيلة من لعبين عالميين موجودين في أوروبا في المنتخب المغربي كيف يتفوق المنتخب في أوروبا أفريقيا ومعظم لعبين من اللعبين المحليين الذين يلعبونا في الدوري المحلي نعم الأمر كان رائع أعتقد في عام 2017 حينما كانت أفريقيا في بطولة أم أفريقيا كان لدينا 12 لاعبا يلعبونا في أوروبا فبالتالي بطولة أم أفريقيا هي مجرد وسيلة جيدة لتوصيل اللعبين للأندية على طريق الكشافين الأندية الذين يزورون البلد فبالتالي الكثير من اللعبين الجنوب أفريقيين يقام باكتشافهم بعد هذه البطولة فبالتالي هذا الأمر سيكون رائعا ولكن سيكون صعبا كذلك فالأندية تحتاج هؤلاء اللعبين لموسمة وموسمين وخصوصا ما حدث مع أحد اللعبين الذي ذهب لناد صغير ومن ثم بعد ذلك هو اللعب موكوبا انتقل بعد ذلك للدوري الممتاز البرتغالي فبالتالي هذه فرصة جيدة للعبين الصغار وهذا سيفتح أعين الأندية الأوروبية على الكرة الأفريقية والجنوب الأفريقية تحديدا بتأكيد عايز سألك عن بيرسي تاو كونو يلعب في الدوري المصري مع النادي الأهلي والمستوى الذي يقدمه في هذه البطولة من وجهة نظرك نعم انظر بيرسي تاو هو واحد من أكبر من أكبر المواهب في كرة القدم في جنوب أفريقيا نعم ايضا لعب لماموليد سانداونز وفاز بالدوري لماموليد سانداونز هو سفير رائع للكرة جنوب أفريقية في القرى الأفريقية وقد أثبت أنه أثبت جودته خصوصا مع نادي كبير كنادي الأهلي وهو قد ساعد النادي بشكل كبير والنادي ساعده ليكون لاعبا رائعا كذلك أنا أول ما قابلت تاو حينما كان في سانداونز حينما تم تصعيد الفريق الأول وقد قمت بتصعيد منتخب تحت 23 عام منتخب الأولمبي وأيضا لعب معي بعد ذلك استدعيته للمنتخب الجنوب أفريقي المتخب الأول وعطيته أول فرصة ليلعب أول مباراة رسمية لهم مع منتخب جنوب أفريقيا ضد غينيا بيساو وبعد ذلك بوركينا فاسو وقد نازل في مباراة غينيا بيساو كبديل وكانت أول مباراة وقد استطاع أن يحرز هدفا وهذا ما جعلني أعتقد أن بوركينا يستطيع أن يكون أفضل فأفضل ويكون من أفضل اللاعبين ومن أفضل المصادر في جنوب أفريقيا وأيضا للأهلي أنا أتشكر لمشألك شكرا جزايا على هذه المداخلة وإن دقام المدير الفني السابق لمنتخب جنوب أفريقيا بعد فوز منتخب جنوب أفريقيا على منتخب المغربي في دور 16 بكأس الأمم الأفريقية